دعا رئيس وزراء حكومة طالبان في أفغانستان محمد حسن خند دعا الدول المسلمة إلى الاعتراف بالحكومة التي شكلتها الحركة في أفغانستان وقال خند خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابل أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا ومن ثم آمل بأن تمكن من التطور سريعا حسب ما نقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية ودعا خند أيضا الحكومات الدولية للاعتراف رسميا بإدارة طالبان في البلاد مشيرا إلى أنه تم استفاء جميع الشروط والوصول بمعدلات الفساد إلى أدنى مستوى ويعد هذا المؤتمر أول ظهور علني موسع لرئيس وزراء حكومة طالبان منذ أن تولى المنصب في سبتمبر أيلول الماضي ودمت الدعوة لعقده لتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد موسيقى موسيقى شكرا